بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد ما زلنا في سورة نوح عليه السلام وقد تكلمنا في الحلقة الماضية عن اسم السورة وعن اسم سيدنا نوح عليه السلام وما يتعلق بنزول السورة وما يتعلق في ذلك الأمر واليوم إن شاء الله نشرع في تفسير الآيات المباركات فنبدأ بقول الله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه إنا أرسلنا نوحا إلى قومه قال أهل التفسير قالوا العرب كانت إذا أرادت أن يعني إذا تتكلم فصحاؤها ابتدأت الكلام بالتوكيد من إن أو إنك كقول الله تعالى إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له الحافظون وهنا إنا أرسلنا نوحا وهذا كثير هذا الصيحة كثيرة جدا في القرآن الكريم وتدل على يعني البلاغة والفصحة والعربي كان يدرك هذا المعنى الذي فيه شيء من التوكيد في ابتداء الكلام للاهتمام ولجلب الانتباه ولأهمية ما يلقى عليه فالله سبحانه وتعالى يقول إن أرسلنا نوحا إلى قومه ونوح عليه السلام كما قدمنا أنه شيخ المرسلين وهو أطول المرسلين عمرا فكان له الاهتمام بأنه هو كما قيل آدم الثاني فالاهتمام برسالته على اعتبار أنها هي أم لجميع الرسالات فهو كان نوح عليه السلام هو الذي يعني كان الخلق من ذريته لذلك ابتدأ الكلام أو ابتدأت الآية بالكلام على نوح عليه السلام بهذا التقديم وهذا الاهتمام إن أرسلنا نوحا إلى قومه الله سبحانه وتعالى عندما يرسل الأنبياء يرسلهم إلى أقوامهم وإرسال الأنبياء إلى أقوامهم له حكمة عظيمة أولا لأن القوم يعرفون من هذا الرجل الذي بعث فيهم كما بعث النبي عليه السلام في خاصة قريش من بني هاشم فهو معروف أصله ونسبه ومكانته في قريش لذلك كانت الأنبياء تبعث في عزوة ومنعة في أقوامها في أشرف البيوتات من تلك الأقوام حتى يكون للنبي حفظ وعناية وصيانة ويكون له أولاد عم ويكون له عشيرة تسانده وهذه أيضا من الأسباب الظاهرة والأسباب الدنيوية التي عالجها القرآن فإنه لم يرسل نبيا دون أن يكون معه أحد سنقول مثلا بعض المفردات كسيدنا لوط عندما أرسل إلى أهل سدوم وعمورة وصغر وصبرويم وغيرها من القرآن التي كانت في البحر الميت أو منطقة البحر الميت للأردن حاليا هذه لها حالة خاصة وسنتكلم عنها وقد ذكرها القرآن وبيّن شكوى لوط عليه السلام لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد وسنتكلم عن تلك الحالة في حينها ولخصوصية تلك الحالة سنتكلم عنها إن شاء الله فيما بعد أما نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه وكان في عزوة من قومه أرسلنا الإرسال يختلف عن البعث لذلك كان أهل التفسير عندما يقفون على قول الله تعالى وَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ وفي قول الله تعالى في قصة موسى عليه السلام وأرسل في المدائن حاشرين فهناك فرق بين البعث وبين الإرسال وقد تكلم أهل اللغة في فروق كثيرة لكن سنذكر واحدة منها اختصارا أنه قالوا أن الإرسال المرسل يكون له علم بما أرسل به فالإرسال يعني المرسل يكون له علم بما أرسل به والإرسال أيضا يأتي على معنى من معاني الترك يعني الإرسال يأتي على معنى بعث الشيء مقصودا ويأتي على معنى الترك أيضا ترك الشيء يسمى إرسال ولاحظوا في قول الله تعالى ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكاثرين تأزهم أزة البعض يقول إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل الشياطين على الكاثرين فلماذا يحاسب الكاثرين وقد أرسل عليهم الشياطين نقول أولا هنا أرسل على معنى ترك وهذا قول ابن عباس ويجب أن نعلم أن العربية لها معاني جميلة من خلال إما اللفظة نفسها أو أن هناك لوازم حول اللفظة وذلك لاحظوا عندما نقول أرسل الغلام أي أن الأب أو الرجل أرسل غلامه أي بعثه برسالة مقصودة إلى فلان ونقول أرسل ناقته ليس معناه أرسل ناقته أي أوصاها أن تذهب إلى مكان معين إنما أرسل ناقته أي تركها من غير أن يربطها ولذلك هناك في الآية عندما قال أرسلنا الشياطين أي تركنا خلينا بينهم وبين الكافرين لم يكن لهؤلاء حفظ والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وعوذ ولوذ بالله سبحانه وتعالى حتى الله يمنع عنهم الشياطين كما قال وإما ينزغنك من الشيطان ينزغن فاستعذ بالله الكافر ليس عنده استعاذ بالله وليس عنده رجوع إلى الله سبحانه وتعالى لذلك خل الله بينهم وبين الشياطين فلاحظوا كلمة الإرسال قد تأتي على معنى البعث بقصد وقد تأتي على معنى الترك على غير قصد يعني على غير مقصود الإرسال المعروف قد تأتي على معنى الترك فهنا أرسلنا أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله جبريل رسول الأنبياء إلى نوح رسول البشر عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أبوه صلاة والسلام برسالة إلى قومي وقلنا هناك فرق بين الإرسال والبعث قالوا الإرسال يكون المرسل له علم بما بعث به وبما يقول أما المبعوث فلا يشترط فيه هذا الأمر إنما المبعوث تكون النظرة إلى لفظة المبعوث إلى حركته وإلى انتقاله من مكان إلى مكان أما عندما نقول فلان مرسل أو رسول فأننا نقصد في ذلك على أنه يحمل رسالة وهو يعلم بما أرسل به أرسلنا نوحا إلى قومه وقلنا إلى قومه القوم هم الذين يتقاومون بينهم في العمل وهم أبناء الرجل الواحد وقد تكلمنا عن لفظة القوم يعني في حلقات ماضية فلا حاجة للإعادة ولكن للتذكير فقط هم أبناء الرجل الواحد وقد ذكرنا حتى هكذا لطيفة ذكرها الإمام السيوطي في كتاب المعترك قال ولذلك أن عيسى عليه السلام لم يذكر أو لم يخاطب من إسرائيل بلفظة يا قوم قالوا على اعتبار أنه ليس له أب فيهم فلم يخاطبهم بيا قوم نعم وإن كان يعني عيسى عليه السلام من ذرية نوح عليه السلام كما ذكر يعني ظاهر القرآن في ذلك نعم قال أرسلنا نوحا إلى قومه ما كانت غاية هذا الإرسال أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم نلاحظ أنه دائما القرآن الكريم عندما يتكلم عن الرسالة التي جاءت بها الرسل يقول رسلا مبشرين ومنذرين وعندما الرسل تخاطب أقوامها يكونون منذرين ثم مبشرين وهذه العلاقة الجميلة بين أن الله سبحانه وتعالى عندما يرسل الرسل يقول مبشرين ومنذرين وعندما يتكلم الرسل مع أقوامهم يكونون ماذا منذرين ومبشرين لماذا لأنه غالب الناس يستصعب عليهم أو تستصعب عليهم الطاعة ويستثقلون الانقياد إلى أمر الله في الضوابط لأن النفس عادة مع الشيطان تحب أن يكون لها الحرية والانطلاق دون تقيد في أمر منهي عنه أو في أمر تجد النفس فيه صعوبة وثقلا في قضية الاتزام أنه تستيقب الساعة الفلانية للصلاة وتتوضى وتفعل كذا ولا تنظر ولا كذا هذه كلها قيود والنفس حقيقة كلما شدد عليها الإنسان وكلما ربطها بهذه الأوامر والنواهي كلما كانت أطوع له وكلما خلى قيادها وأرسلها كما أرادت فإنه في ذلك الحال يصعب عليه قيادها لذلك الله سبحانه وتعالى عندما أرسل نوحا إلى قومه أن أنذر قومك لأنه هنا قال قومك ولم يقل أنذر الناس ورغم أن رسالة نوح عليه السلام كانت للناس كافة كما كانت رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين ولكن لم يكن في عهد نوح الأرض لم تكن مملوئة بالناس ولم يكن هناك خلق في القارات الأخرى كما هو معروف أو موجود في وقت النبي عليه الصلاة والسلام وقد استعاض النبي عليه الصلاة والسلام بذلك بمراسلة الملوك والكتابة إليهم ملوك الأرض في ذلك الوقت ومن بعده أكمل الصحابة والخلفاء الراشدين على الخصوص رضوان الله تعالى عليهم أكملوا هذا الأمر في مخاطبة ملوك الأرض ومخاطبة الأقوام الموجودة في ذلك الوقت ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى أو أقل تقدير من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهنا ذكر أهل التفسير قالوا وذكر الله لفظة قومك زيادة في ترغيب نوح عليه السلام في الهمة العالية في الدعوة لأن عادة الإنسان يكون أحرص على أهله وأحرص على قومه وهذا ليس بغريب لأن الله سبحانه وتعالى أيضا قال للنبي عليه الصلاة والسلام وأنذر عشيرتك الأقربين على اعتبار أنه لما كانت العشيرة الأقرب هي الأولى بالرفق والأولى بالرحمة كذلك هنا قال أنذر قومك على اعتبار أن هؤلاء أولاد عمومتك وأهلك ويعني عشيرتك وفصيلتك التي أنت منها فهم أولى بالنصح وأولى بالإرشاد من غيرهم وإن قلنا يعني لم يكن هناك في الأرض على قول أكثر المفسرين قالوا لم يكن إلا يعني أقوام محددة قالوا لم تكن الأرض مسكونة سوى ما موجود هو في العراق يعني في جنوب العراق ومنطقة بابل والكوفة ومنطقة الجزيرة في المكة المكرمة وشيء من أطراف الشام هذه المناطق التي كانت مأهولة في ذلك الوقت على ما قال أهل التفسير ولست أنا بصدد الجزم في ذلك فإن هذا كله كما يقول أهل التفسير علم لا يدفع وجهل لا يضر ولكني أنا الآن بصدد النقل عن أهل التفسير وما قالوه والأمر يعني فيه مجال للأخذ والرد ولكن هذا الذي كان عليه إجماع أهل التفسير فيما نقل حتى عن ابن عباس وعن بعض التابعين رضي الله تعالى عنهم قال أني أنذر قومك والإنذار هو إعلام بتخويف لذلك نلاحظ أن القرآن الكريم مرة يقول أنذر ومرة يقول أعلم ومرة يقول بشر فكله إعلام لكن مرة يقول إعلام بفراح ومرة أخبر وأنبئ ولذلك نلاحظ أنه صيغ القرآن الكريم في التعبير عن إخبار الإخبار جاءت كثيرة في القرآن الكريم يعني قص عليهم يضرب لهم مثلا بشر أنذر نبئ أخبر أعلم نعم أعلمهم أن الماء قسمة بينهم وغير ذلك من ألفاظ التي جاءت في القرآن الكريم ويجب أن نعلم أن كل لفظة جاءت في القرآن الكريم في سياقه معين لها دلالة دقيقة ولها معنى دقيق يرتبط بالسورة ويرتبط بالآية التي هو فيها ارتباطا عظيما ووثيقا لذلك جاءت هنا أنذر على اعتبار قالوا أن هنا تخويف القوم لمعتادوا عليه من يعني عبادة الأصنام فكانت تخويف لهم واجبا ولأنه حقيقة دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة لذلك دفع الضرر عنهم بإرجاعهم إلى الإيمان مقدم على جلب المنفعة لهم في قضية الذكر الجنات والعيون والزروع وغير ذلك وإطمعهم وترغيبهم في الجنة فكان الغاية الأولى الأساسية هو قضية أنه جلبهم أو إبعادهم عن هذه المنهيات والابتعاد عن محرم الله سبحانه وتعالى من الشرك وعبادة الأصنام التي كانوا يعبدونها إلى غير ذلك من ما يختلفونه من السيئات ثم بعد ذلك لا شك أن سيدنا نوح عليه السلام سيبين لهم النعيم الذي ينتظرهم لمن أطاع منهم ولمن يتقى الله سبحانه وتعالى قال أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم أي أن هناك عذاب أليم سيأتي وقد قدر الله هذا الأمر للعصات ولكن من استطاع منهم النجاة ومن استطاع منهم أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وينجي نفسه وينقذ نفسه وأهله من قبل أن يأتيهم عذاب أليم والإتيان كما قلنا هو مجيء بسهولة ويسر على اعتبار أنه عذاب الله ليس أمرا صعبا أن ينزل بهم العذاب لأنه كما قلنا قال أتى أمر الله فلا تستعجلوا إتيان أمر الله أمر سهل ونحن قلنا الإتيان غالبا يستعمل في ماذا فيما فيه سهولة ويسر و المجيء لما فيه شدة كما قال وجاء ربك و الملك صفا صفا ولاحظوا حتى الفرق في الجرس الصوتي بين جاء ربك حرف الجيم هذا الشديد و بين أتى التي فيها السهولة و اليسر و لذلك يعني كما قال الإمام الراغب و أينما أراد الله سبحانه وتعالى ذكر إعطاء الزكاة للمسلم وصفها بإيتاء الزكاة قال على اعتبار أن الإيتاء فيه سهولة و يسر على قلب المسلم أي كأن المسلم عندما يعطي الزكاة يؤتيها و هو يعني نفسه منشرحة غير متضايق من هذا هذا الحال الإيماني التي يجب عليها أن يكون المسلم نعم قال من قبل أن يأتيهم عذاب أليم و العذاب قالوا أصل كلمة العذاب هي القطع من استعذب لنا الماء أي اقطع الماء احبسه الماء إذا أرادوا أن يكون عذبا يقطعون جريان الماء فحتى ماذا يركض ما فيه و يصفو يعني حبس الماء فيركض ما فيه و يصفو ثم يأخذون منه الماء فيقولون ماء عذب أي ماء محبوس عن الجريان لأن في جريان حركة ربما يكون هناك أوساخ و طين و طمى و غير ذلك مما يكون مع الماء لكن لو حبس الماء و منع عن الجريان سيكون هناك ركود للأوساخ التي فيه و ما كان هو عالقا في الماء ثم يأخذ الماء صافيا لذلك هنا لاحظ عندما قال عندما نقول عذاب أليم أي أنه كأنه العذاب على معنى الحبس كأنه من حبست حريته و قطع عن الحركة كأنه هذا المعنى نعم قالوا حتى العذبة عذبة العمامة تسمى عذبة على اعتبار أنها ترخى على الرقبة فأنها أيضا تحبس حر الشمس عن الرقبة العذبة اللي هي اللي ما يتدلى من من العمامة أو العمامة على على رقبة لابسها قال عذاب أليم أي عذاب مؤلم و القرآن يأتي كثيرا في صيغ ثعيل على معنى يعني مفعول و مفعول على فاعل و غير ذلك من الصيغة الكثيرة التي يأتي بها القرآن الكريم و هذا الأمر كانت تعرفه العرب يعني ربما بعضنا سيقول هل كان يعني كفار قريش يدركون هذه المعاني عندما يقول عذاب أليم أي أن أليم بمعنى مؤلم و غير ذلك من المعاني نقول نعم لأن هذا هذه لغتهم نحن الآن نحتاج إلى شرح و إلى تبسيط لفهم هذا المعنى أما هم بالنسبة لهم يعني ما كان لهم عندهم هذا الأمر في الصعوبة و العسر بحيث أنه يحتاجون إلى يعني من يشرح لهم أن أليم بمعنى مؤلم أو غير ذلك من الصيغة التي يأتي بها القرآن الكريم قال من قبل أن يأتيهم عذاب أليم خوفهم الله سبحانه وتعالى بعذاب أليم على ما كانوا يفعلونه من عبادة غير الله سبحانه وتعالى الأصنام التي كانوا يعبدونها وسنتكلم عنها إن شاء الله في يعني عندما نصل إلى الآلهة التي كان يعبدها قوم نوح عليه السلام نعم قال يا قومي إني لكم نذير مبين نوح عليه السلام بعد أن أمره الله بإنذار قومه خاطبهم و جمعهم و تكلم معهم و قال إني لكم نذير مبين كما كان يفعل النبي عليه السلام عندما جمع في حريث البخاري عندما جمع الناس و وقف على الصفة و جمع بطون قريش و اجتمعت قريش لترى ماذا يريد منها محمدا صلى الله عليه وسلم فلما أخبرهم قال يعني لو أخبرتكم أن خيلا أو جيشا بظهر هذا الوادي تريد أن تغير عليكم هل أنتم مصدقي قالوا ما شهدنا عليك كذبا أو ما علمنا عليك إلا الصدق فقال إني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد إذن لاحظوا حالة الأنبياء هي حالة واحدة في الخوف على أقوامهم و في الإنذار و في جمع الناس و الرغبة في إيمانهم و الحرص على أن لا تتفلت نفس واحدة تذهب إلى النار لأن هذا يعز على الأنبياء أن يموت رجل حتى لو كان من العامة فكيف إذا كان من أقوامهم من أولادهم من أولاد عمومتهم من الأقربين لا شك أن ذلك يكون فيه غصة و يكون في ذلك ألم شديد على الأنبياء على رحمتهم العظيمة بالعالمين جميعا يعني الأنبياء لهم رحمة عظيمة حتى بالنباتات و بالحيوانات و بالأشجار و بالأحجار و بكل شيء موجود فكيف لا يكون أو لا تكون الرحمة مع ناس إن كانوا حتى غرباء عنهم و كيف إذا كانت مع أقاربهم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أنا منذر من الله صلى الله عليه وسلم و تعالى أبلغكم رسالة ربي و أنصح لكم فأنا هذا الموقف الذي وقفه نوح عليه السلام ينذر قومه يعني يقول لهم إني لكم نذير منذر من الله سبحانه وتعالى أخوفكم عذابه و أبين لكم عقابه مبين بيّن واضح ظاهر الأمر ليس فيه لبس فقد بيّن لهم نوح عليه السلام ما هم فيه من الشرك و ما هم فيه من البعد عن الله سبحانه وتعالى فجاءهم بنذارة بيّنة و المبين قلنا هو الذي بانت أطرافهم أي ظهرت أطرافهم فلا يكون هناك اتصال بينه و بين شيء آخر فيختلط على الرائي أو على السامع الأمر لأنه الأمر مختلط لا إنما هذا كان مبين واضح ظاهر بيّن أي أنه نذارة واضحة لعذاب أليم يعني سيأتيهم إن لم يعني يقلعوا عن ما هم عليه من الشرك و لاحظوا أن الله سبحانه وتعالى يعني ستقولون لي أن نوح عليه السلام الله أخبر نوح أن العذاب قادم و هل كان الله سبحانه وتعالى سيوقع العذاب على قوم نوح يعني حتى و إن آمنوا كيف قال أنه من قبل أن يأتيهم عذاب أليم يأتيهم عذاب أليم أي عذاب أليم هو آتم قال بعض أهل التفسير قالوا أولا ربما أن في ذلك إشارة على أن قوم نوح لن يؤمنوا لأن قال من قبل أن يأتيهم عذاب أليم أي سيأتيهم عذاب أليم لأن الله أخبر بذلك فأنتم آمنوا قبل أن يأتيهم أي أنه سيكون ألم عند نوح عليه السلام أن هناك من قومه من لم يؤمن و هذا أيضا يعني حصل مع موسى عليه السلام عندما قال الله سبحانه وتعالى وَمَا آمَنَ مَعْهُ إِلَّا ذُرِّيَّةً مِنْ قَوْمِهِ أي البعض يظن أن كل بني إسرائيل آمنوا لا أيضا في نفسه في كل مجتمع و في كل وقت هناك أهل المصالح وأهل الانتفاع في الدنيا المنتفعين من الأقباط الذين كانوا من بني إسرائيل يعملون عند الأقباط و يقبضون الرواتب و الأعطيات و غير ذلك و يخدمون الأقباط لا شك أنهم لم يؤمنوا بموسى عليه السلام لذلك الذي آمن مع موسى ذرية من قومه أي بعض قومه آمنوا بموسى أما أكثر يعني البعض الآخر من بني إسرائيل لم يؤمن بموسى و لم يخرج مع موسى أصلا هذه مسألة أولى المسألة الثانية أن الله سبحانه وتعالى و إن كان في علمه أنه سينزل العذاب و هذه من حكمة الله العظيمة أنه حتى لو يعني الله سبحانه وتعالى يعلم أن هؤلاء القوم سيعذبهم و لكن من حكمته و من رحمته أن الله لا يعاقب العباد بعلمه إنما يعاقب العباد بعملهم أي أنه لا يوقع العذاب رغم أنه يعلم أن هؤلاء لن يؤمنوا لكنه ما أوقع عليهم العذاب حتى يصدروا عنهم الفعل بترك الإيمان حتى يحق عليهم القول كما قال تعالى يعني هذه الإشارة يذكرها القفال الشاشي و يذكرها عنه الإمام الرازي في التفسير يقول و إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول أي وافق علم الله أنه بداية الآية ماذا قال أردنا أن نهلك قرية أي أن الله مهلك هذه القرية و لكن لماذا لم يهلكها لأنه لم يرسل إليها و مكننا معذبين حتى نبعث رسول و لكن عندما يبعث الرسول فيتوافق فعل القوم مع ما علمه الله فيتوافق فعل القوم مع ما عمله الله فينزل الله عليهم العذاب لذلك ماذا قال يعني عندما قال من قبل أن يأتي يوم عذاب أليف أي أن العذاب سيأتيهم لا شك ولكن كما قلنا رحمة الله العظيمة أنه لا يوقع العذاب حتى يصدر الفعل من العبد فكما قلنا قاعدة مهمة جدا الله لا يعاقب العبادة بعلمه يعاقبهم بعملهم وعلم الله كاشف يعلم كل شيء ماذا سيكون ولكن لا يوقع العذاب حتى يصدر من العبد ما علمه الله أنه سيكون منه وهذه الآية واضحة ظاهرة بينا في أن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب العباد إلا بعملهم قال فحق عليها القول أي وافق علم الله ما فعلوه فدمرناها تدميرا كذلك هنا مع نوح عليه السلام يعني قال له من قبل أن يأتيهم عذاب أليم أي أن العذاب آت لأن قومك لن يؤمنوا جميعا ولكن كم سيؤمن من القوم هذا لا يعرفه نوح عليه السلام ولكن عليه الدعوة وعليه الاستمرار في الإنذار وفي تخويف القوم من أن يخرجوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى قال إني لكم نذير مبين أي أنا نذير من الله أخوفكم بعذاب عظيم سيقع عليكم في حالة ماذا في حالة أنكم بقيتم على عبادة الأصنام وعلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى فهذا كان تخويف من نوح عليه السلام وإنذار من نوح عليه السلام لقومه في ذلك المقام نتوقف إلى القدر إن شاء الله على أن نكمل في الحلقة القادمة بعون الله تعالى إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته